اشتركوا في القناة اشيدا بخبرته وكفاءته التي تؤهله للقيام بمهام عمله الجديد على اكمل وجه متمنيا له دوام التوفيق والسداد في اداء المهمة والمسؤولية الوطنية ووجه جلالته الى همية الحرص على تلبية كل متطلبات واحتياجات اهالي محافظة العاصمة وتطوير الخدمات المقدمة لهم مؤكدا جلالته ان المواطن البحريني سيضل على الدوام محور الاهتمام باعتباره الركيزة الاساسية لعملية التنمية والبناء في هذا الوطن كما نوه جلالة الملك المعظم بجهود المحافظين التي تعد محل تقدير واعتزاز من قبل الجميع مشيدا باهمية الدور الذي تطلع به محافظات المملكة في تعزيز روح الوحدة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة والتواصل والتعاون والأخوة والمحبة بين كافة أفراد المجتمع البحريني وقد رفع محافظ محافظة العاصمة عظيم الشكر والتقدير وبالغ الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة على هذه الثقة الملكية السامية وعلى توجيهة جلالته القيمة متطلعا بأن يكون عند حسن ظن جلالته للقيام بهذه المهمة الوطنية خدمة للمملكة وشعبها العزيزة سائلنا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الوطن ونهضته المباركة بقيادة جلالته الحكيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر